ايام ونحتفل بعيد الاضحى المبارك كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير لذلك تبدأ وزارة المالية غدا الاحد ان شاء الله في صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة وايضا بمناسبة اغلاق السنة المالية العام 2023-2024 خددت وزارة المالية الفترة من 9 ل13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها اخدا في الاعتبار ايام الاجازات والعطلات الرسمية على ان تبدأ اتاحة مستحقات العاملين في مكينات الصراف الالي وفق الموعيد المعلنة بالمنظومة المالية الالكترودي هابت الوزارة بالعاملين في الجهات الادارية عدم التزاحهم على مكينات الصراف الالي خاصة ان المرتبات هتكون متاحة في اي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الادارية كانت رفعت وزارة المالية بند الاجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه عشان تصل لربعمية وسبعين مليار جنيه بموازنة السنة المالية جديدة 23-24 بنسبة 4% من الناتج المحلي الاجمالي وده مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6% ده طبعا كان استمرارا لتحسين الاوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الاداري للدولة راعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافئات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وأيضا كافة المزايا النقدية والعينية وغير هذا بخلاف المزايا التأمينية اللي بيحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات قواعد والشروط المقرر سبق وقررت الدولة تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي عشان يكون اعتبارا من أول إبريل 23 بدلا من أول يوليو 23 وأيضا إقرار علاوة للحد الأدنى للهزمة الاجتماعية عشان يكون الحد الأدنى لهذه الهزمة الفجنية لمواجهة آثار الأزمة الإقصادية كمان لمواجهة ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة زيادة تحدي العفاء الضريبي الشخصي مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجماعي وتحسين أجور أعضاء هيئة تدريس بقطاع التعليم الجماعي وأيضا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة وتعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء والعاملين بالجهاز الإداري للدولة كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بخير وإن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع بإذن الله أنا أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء